اذا عطي القرآن الكريم من القاهرة ايوالخوة المؤمنون حان الان موعدكم مع الامسية الدينية امسية الليلة تأتيكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضها بمدينة القاهرة اعدها ويقدمها الزميل كمال نصر الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ايوالخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم جميعا الى فقرات هذه الامسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها عبر موجات اذاعة القرآن الكريم من القاهرة ايوالحبه الكرام وفي هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش مع كتاب الله نعيش مع خير الكلام وخير الذكر نعيش مع كتاب الله لنملأ ارواحنا نورا ونملأ اسماعنا نورا فكتاب الله نور وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نور نشغل انفسنا بقراءة القرآن والمشغول بقراءة القرآن يعطيه الله تبارك وتعالى افضل مما يعطي السائلين فقد ورد في الحديث القدسي الجليل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تلاوة القرآن الكريم والاستماع الى القرآن الكريم من استمع الى اية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة فتعالوا بنا يا اخوة المان نعيش في هذه اللحظات مع كتاب الله تبارك وتعالى الان نستمع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتبوها علينا القاري الشيخ عبد الفتاح الطاوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أخاط بكل شيء يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن قد أخاط بكل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أقاط بكل شيء علماء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تقرم ما أقل الله لك يا أيها النبي لما تقرم ما أقل الله الله لك تبتقي مرضات الزرار والله غفور وقيب قد فرض الله لكم تقلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم القديم وإذ أسعى النبي إلى بعض أسواده خديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه وإذ عرف بعضا وأعرضا بعضا فلما نبأت به قالت من أنبأك ذابا قالت أنبأني العليم الخبيب إن تتوبى إلى الله فقد صغى قلوبك وإن تظهر عليه فإن الله ومولاه وإبريل وخالق المؤمنين والملائكة وتبعد ذلك ظهير حسى الله حسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا وإن أخيرا منكم أخيرا منكم نموسلما مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات في السائخات الزيمات وأبكارا أتا ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا أم منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائخات تائبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا كون أنفسكم وأهليكم نارا كون أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا أن ناس والحجار الله عليها ملائكة غلاب شداد لا يقصون الله ما أمرهم لا يقصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما أمرهم يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أرى أن أرى أن وأنتم سيئاتكم ويهدخ لكم جنات ويهدخ لكم جنات تدري من تخطها الأنذار يوم لا ينزل الله النبي والذين آمنوا بها يوم لا ينزل الله النبي والذين آمنوا بها يوم لا ينزل الله النبي والذين آمنوا بها نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورانا ربنا أتمم لنا نورانا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورانا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبأيمانا يوم لا يغذل الله النبي والذين آخر يوم لا يغذل الله النبي والذين آمنوا بها يوم لا يفزل لاغ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعبين أيديهم وبأيبانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم هو النور الذي يهدي الحيارة هو الخير المرجى والنعيم به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم هكذا أيها الأحبة الكرام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القاري الشيث عبد الفتاح الطاروطي هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها حيث ننقل لكم فقرات هذه الأمسية الدينية أيها الأحبة الكرام العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثة أفضل ما يتزوج به المسلم في هذه الحياة وهو العلم فبالعلم نعرف الحلال من الحرام وبالعلم نرتقي في الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش في روضة العلم مع واحد من السادة العلماء الأجلاء الذين يطيب لنا دائما أن نستمع إليهم وأن نتزود من علمهم وفضهم نستمع الآن إلى هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب المسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعه ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة والسلام فإن الله عز وجل أنزل هذه الشريعة وقال عنها ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر وهذه الشريعة التي أنزلها الله متمثلة في الكتاب والسنة إنما تقوموا على مصالح العباد إنما تقوموا على منافع العباد فالله ما أرسل الأنبياء والرسل ولا أنزل الكتب الثماوية إلا من أجلك أنت أيها الإنسان وخلق لك الجنة وأعد لك القيامة ونصب لك الميزان والحساب والصراط كل هذا من أجلك فهذه الشريعة الغراء إنما تقوم على مصالح العباد حتى إن ابن القيم قال الشريعة مصالح كلها عدل كلها حكمة كلها فكل حكم خرج عن الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن العدل إلى الجور ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن المصلحة إلى المفسدة ليس من الشريعة ولو أدخل فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده وظله في أرضه وحكمته الدالة على رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بالأصلح كهذا الذي اختار الفضة على الذهب إنما اختار الفضة وترك الذهب لأنه يجهل قدر الذهب ثم قال وقد اختار الأنبياء والأصفياء والأولياء مصالح الآخرة قدموا الآخرة على الدنيا والله عز وجل الذي خلقك يؤكد لك أن نفسك إنما تميل إلى الدنيا قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولكن الأنبياء والأصفياء والأولياء قدموا مصالح الآخرة على مصالح الدنيا حتى قال الله لحبيبه وللآخرة خير لك من الأولى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ومعنى الحيوان أي الحياة الدائمة المستمرة التي لا تزول ولا تنتهي ولا تفنى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عقاء غير مجذود غير منقطع لا يزول ولا ينتهي ثم قال الإمام العز في كتابه واللذات في حق الناس متفاوتة فالصلاة قد تكون شاقة على البعض وقد تكون محببة إلى البعض ففي حق رسول الله كانت الصلاة أسعد الأشياء كان يفرح بها وكان يقول أرحنا بها يا بلال وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أسعد شيء في حياتي أفرح به أن أقوم بين يدي الله عز وجل في صلاة قال اللذات متفاوتة في حق الناس ثم قال ولو شاء الله ما جعل في الطاعات شيئا من المشقات والمكاري ربنا لما أمرك بالطاعة حملها بالمشقة حملها بالمكاري حفت الجنة بالمكاري وحفت النار بالشهوات لماذا حمل الطاعة بمشقة وبالمكاري ولماذا حمل المعصية باللزة لأنه أراد أن يختبرك وأن يمتحنك ولو لم يفعل ذلك ما أقدم إنسان على معصية وما قعد إنسان عن طاعة ولو شاء الله لجعلنا كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتعبون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هياهم على هذه الطبيعة وهذه الجبلة وهذا الخلق هياهم على هذه الحالة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لو شاء ربنا لجعلنا كالملائكة ولكنه أراد أن يختبرنا وليمحص الله الذين آمنوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِمِينَ ثم قال رحمه الله وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَا كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ هذا التسبيح يصيرون كالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يُلْهَمُونَ التسبيح كما يُلْهَمُونَ النَّفَسَ الَّذِي يَسْتَنْشِقُهُ الْإِنسَانِ يصير التسبيح سهلاً عليهم ليس فيه صعوبة فلو أن أحدنا قعد على تلاوة القرآن وجلس لأصابه النعاس وشعر بالنوم هذا هو التحميل حمل الطاعة بالمشقة والمكارث ولو لم يفعل ذلك ما قعد إنسان عن الطاعة وما أقدم إنسان على معصية الله عز وجل لأن الله سبب الأمور وقد جرت للحكيم عادة في خلقه أن يسبب لكل شيء سبباً ولو شاء ما جعل للسبب تأثيراً كالنار تحرق وتؤلم ولكن الله نزع منها التأثير قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فهو يريد أن يُعلمك أنه خلق السبب من أجلك فلا تعتمد على هذا السبب خذ به لكن لا تعتقد أن للسبب تأثيراً أو قدرة إنما الأمر بيد الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الشريعة الغراء وأن نفهمها كما أراد ربنا وأن نصل إلى أسرارها ومقاصدها وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفتح لنا من كل خير وأن يجنبنا كل شر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا أيها الأحبة الكرام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة ألقاها فضيلة الدكتور أعلى الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها حيث ننقل لكم فقرات هذه الأمسية الدينية أيها الأحبة الكرام ومن فضائل مجالس العلم ومجالس الذكر حيث يجلس الإنسان في هذا المجلس بعد الصلاة ليستمع إلى درس من دروس العلم هذه بشرى طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس التي نستمع فيها إلى السادة العلماء حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تستغفر لأحدكم ما دام فيه مصلاه الذي صلى فيه فهذا الوقت الذي جلسنا فيه بعد الصلاة لنستمع إلى درس من دروس العلم نجد أن الملائكة تستغفل لنا عند ربنا تبارك وتعالى أيها الأحبة الكرام نختتم هذا اللقاء الطيب المبارك كما اتدأناه بالقرآن الكريم هذه تلاوة قرآنية مباركة يكوها علينا القاري الشيخ عبد الفتاح الطاروطي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُدَافِقِينَ وَاضْلُّصَ عَلَيْهِمْ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاضْلُّصْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَجِسَ مَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة نوط كانت تحت عبدين من عبادنا طالقين فقالتهما فَلَمْ يُنْيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ جَيْئًا وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَدَّ الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعان إذ قالت تُرَبِّبَ لِلِي عَلْتَكَ فَيْتَوْفِرِ جَنَّةِ وَنَكْجِدِ مِنْفِرْ عَوْنَ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَنَا فَنَسَعِ إِمْرَانَاتِ أَحْقَنَا فَنَفَغْنَا فَنَفَغْنَا فِي مِنْ رُوقِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ الرَّبِّنَا وَقُتُبِهِ وَقَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّنَا وَقُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّنَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ بِاسْمِ اللَّهِ عَقْمَانِ الرَّقِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملك وهو على كل شيء قبير فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أستنوا عملاً ليبلوكم أيكم أستنوا عملاً وهو العزيز الرفوع صدق الله العظيم كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم هو النور الذي يهدي الحيارة هو الخير المرجى والنعيم به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم هكذا يا إخوة الإسلام والإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القاري الشيخ عبدالفتاح الطاروطي نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة في الختام تقبلوا تحيات زميل محمد عبدالكريم من الهندسة الإدعية وتحيات كمال نصر الدين من أسرة المريعين ونلقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته